اهلا بكم الى ناشطة الظاهرة من طنجة والبداية بابرز العنوين الملك محمد السادس يترأس اجتماعا وزاريا تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب سامية في افتتاح معرض المغرب المعاصر بباريس الرئيس الفرنسي فخوصوى أولوند يعرب عن حرصه على تقوية علاقات التعاون والصداقة والثقة بين فرنسا والمغرب ويحيي البعد الإنساني لروابط البلدين امام اللجنة الرابعة بالامم المتحدة المغرب يأسف لرفض الجزائر احصاء ساكنات مخيمات تندوف والسكوت الدولي على حرمان محتجزين مخيمات من حقوقهم الاساسية كحرية التنقل والتجمع والتعبير والحياة اهلا بكم من جديد ترأس الملك محمد السادس امس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية كما اكد الملك على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات وعلى دور رئيس الحكومة في الاشراف عليها وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي وعلى تأكيد تعيين عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك عين الملك محمد اوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والتفاصيل مع نجات بوتفسود برحاب القصر الملكي بالرباط انعقد مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس في مستهل اشغال المجلس ذكر الملك محمد السادس بالحاحه في عدة مناسبات على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات مؤكدا على دور رئيس الحكومة في الاشراف على الانتخابات اعطى الملك محمد السادس تحليماته لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها في اطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باقامة المؤسسات وترسيخ دولة القانون صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية اقر المجلس مشروع قانون اطار يتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضحية اعاقة والنهوض بها اثر ذلك اعتمد المجلس الوزاري مشروع ظاهير شريف بتحديد اختصاصات مفاتيشية البحرية الملكية كما اعتمد خمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكرية خلال اشغال هذا المجلس قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015 وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي اقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية كما صادق المجلس على تأكيد تعيين عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمغرب لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك كما عين الملك محمد السادس محمد اجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف اشرفت الاميرة للا مريم بمعية الرئيس الفرنسي فرانسوا ولوند بباريس على تدشين معرض المغرب المعاصر الذي نظمه معهد العالم العربي بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف وفي الكلمة التي ألقتها في افتتاح هذا المعرض أكدت الاميرة للا مريم أن الثقافة هي في صلب كل مشروع مجتمعي يضع الانفتاح والتقدم والكرامة الإنسانية على رأس القيام هذا وكانت الاميرة للا مريم قد أشرفت بباريس أيضا على تدشين معرض المغرب الوسيط امبراطورية من إفريقيا إلى إسبانيا الذي ينظمه متحف اللوفر بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا ولوند الاميرة للا مريم قامت مرفوقة بعدة شخصيات بارزة بزيارة مختلف أرويقة المعرض الذي يضم أكثر من 300 عمل وتحفة فنية تعكس الإنجازات التي حققها المغرب خلال أهد المرابطين والموحدين في مجالات الهندسة المعمارية والخزف والنسيج وفن الخط وإنتاج الكتب وبمناسبة تدشين معرض المغرب المعاصر بمعهد العالم العربي أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا ولوند عن رغبته الأكيدة في تقوية وتدعيم علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات عدة مؤكدا حرصه الشخصي على إعطائها انطلاقة جديدة هذا المعرض يمثل بالنسبة لي الفرصة للتذكير بالأهمية الكبيرة التي أوليها للصداقة بين فرنسا والمغرب أريد لبلدين ليس فقط أن يظل شركين استثنائيين وإنما أن يستطيع التعاون أكثر في مجالات عدة أريد أن أحافظ على ما كانت عليه علاقاتنا وما هي عليه الآن علاقات ثقة وتجاوز كل الصعوبات التي قد تظهر أحيانا لأننا بحاجة لبعضنا البعض المغرب بحاجة لفرنسا وفرنسا بحاجة للمغرب وسأحرص شخصيا على أن يتم تقوية وتدعيم علاقاتنا وإذا احتاج الأمر إعطاؤها انطلاقة جديدة في ارتباط بزيارتي للمغرب في الربيع الماضي أذكر أن الملك محمد السادس كان أول قائد دولة استقبلته في الإليزي في ماي 2012 في صلب علاقاتنا هناك طبعا الاقتصاد لكن هناك أيضا العلاقة الإنسانية وهي حية واستمرة قديمة هناك رابط تاريخي حدابي إلى أن أكرم تضحية المغاربة خلال الحرب العالميتين في القرن العشرين ولم تكن فرنسا لتكون ما هي عليه الآن دون هذا الانخراط من قبل المغاربة وكذا كثير من المغاربيين والأفريق من أجل تحرير بلادنا وهذا امتنان أريده هنا أن أذكر به معرض المغرب المعاصر الذي يستمر إلى نهاية العام الحالي يعتبر تظاهرة فنية كبرى سيتم خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الفنية والأدبية والحرفية لمملكة المغربية والتفاصيل معها جرعابد في تظاهرة حضارية شاملة فتح معهد العالم العربي أبوابه في باريس أمام المقيمين في عاصمة النور من الغرب والفرنسيين ولزوارها من مختلف الجنسيات مقيما واحدا من المعارض الكبرى معرض شامل عن المغرب المعاصر تظاهرة تعرف بالإنجازات الفنية الأدبية والحرفية للمغرب هذا المشروع يسلط الضوء على تميز المغرب المعاصر مغرب حي، مغرب عرف التنوع الثقافي من خلال مكوناته وسنكتشف هذا من خلال اللوحات الفنية والأفلان والموسيقى ومنقشة الأفكار خلال الأشهر الأربعة المقبلة أكثر من ثمانين فنانا من أجيال مختلفة زيانوا فضاءات معهد العالم العربي بأعمال شكلت خصوصية الإبداع المغربي المعاصر أعمال صنعت مسلسل فنيا لزوار إذ ينتقل الجمهور من الفنون البصرية إلى تصميم ومن الهندسة المعمارية إلى الفنون الشعبية وإلى الصناعة التقليلية ومن الموسيقى إلى الرقص والأدب والسينما مرورا بالموضة لتنتج لوحة منسجمة الألوان هذا المعرض يأتي في ظرف رائع لأن جلالة الملك أعطى انطلاقة الدخول الثقافي والفني في العالم فقد تم تدشين متحف محمد السادس للفن المعاصر والحديث بالرباط واليوم يتواصل الأمر بهذه الرسالة الجميلة ففي السياق الراهن الذي نعيشه من الرائع أن يتم بث رسالة للتنوع والإبداع فقافيا هذا الأمر خارق سواء في معهد العالم العربي أو متحف اللوفر والمؤسسة الوطنية للمعارض شريك في تنظيم معرضي المعهد واللوفر في أن واحد هناك قصة للثقافة والفن المغربي قصة أخذناها بعين الاعتبار من خلال البحث عن الفنانين المغاربة داخل مرسيمهم ومعارضهم معثنا عنهم في المغرب من طنجة إلى القويرة ومن الضار البيضاء إلى وجدة لإعادة إحياء هذه الثقافة المعرض الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع صور كرحلة في الذاكرة وفي أعمال فنانين مغاربة رحلة من دون حدود ينتقل من خلالها الزائر من موضوع لآخر ومن فنان لآخر رحلة ستمتد على مدى أربعة أشهر ليسدل سترها في الخامس والعشرين من يناير المقبل أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أكد أن المغرب يدين صمت المجموعة الدولية أمام الوضعية الخارج عن القانون السائدة في مخيمات تندوف ويتأسف للسكوت الدولي عن حرمان الساكنة في المخيمات من حقوقها الأساسية كحرية التنقل والتجمع والتعبير والحياة وشدد هلال الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على أن المغرب يأسف أيضا بكون البلد المضيف يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات في الوقت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا وهو وضع يسائل المجموعة الدولية مذكرا بأن مجلس الأمن طالب المفوضية العليا للاجئين القيام بهذا الالتزام القانوني في الشأن المغربي دائما لكن في موضوع آخر حيث قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة خلال لقاء تواصلي تحضيرا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مدينة مراكش في الفترة ما بين السابع والعشرين والثلاثين من نوفمبر المقبل قال إن المنتدى سيشهد مناقشة عدد من القضايا التي تطرح تحديات على المجتبع الدولي كقضية الإرهاب وحقوق الإنسان وأوضح الهيبة أن المغرب راكم رصيدا هاما في مجال حقوق الإنسان وفتح حاليا عدة أوراش لإصلاح المنظومة الجنائية ومنظومة العدالة عموما المزيد عن الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بحقوق الإنسان في المغرب في الريبورتاج رجاء فضلي المغرب يحتضن قريبا ولأول مرة على أرضه فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان استعدادا لذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء تواصلي قدمت سياغ مشاركة القطاعات الحكومية في هذا المنتدى العالمي لقاء شكل فرصة أيضا لإطلاع المشاركين على سيرورة الإعداد وتقدم أشغال التحضير للمنتدى هذا اللقاء الذي ننظمه يهم القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة بحقوق الإنسان وذلك في إطار ديناميكية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سينعقد في دورته الثانية ما بين 27 و30 نومبر إن شاء الله وتعتزم المندوبية الوزارية تنظيم منتديين موضوعاتيين خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الأول يتعلق بتفاعل الدول مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان فيما يتعلق الموضوع الثاني بسن القوانين وحقوق الإنسان هذا المنتدى العالمي ينعقد بعد الدورة الأولى التي نظمت في برازيليا في السنة الماضية وشارك فيها الوفد المغربي بأعضاء يمثلون مختلف الأطراف المعنية من برلمان، من مؤسسات وطنية، من قطاعات حكومية، من إعلام من صحافة بطبيعة الحال مكتوبة وسمية بصرية من جامعيين والتي كانت مشاركة موازنة على مستوى الأوراش، على مستوى كل الأشياء التي نظمت وتمكننا من استضافة هذا المنتدى ويرتقب أن تحتضن مدينة مراكش بين 27 إلى 30 نوانبر المقبل أشغال الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في سياق اعتراف دولي بالتطور الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وانخرطه الدولي فيه اعترافاً أيضاً بما حققه في تعزيز البناء الديمقراطي ودولة المؤسسات أكد وزير الصحة لحسين الوردي أمس عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس إيبولا بالمغرب إلى حدود الساعة وأبرز الوردي خلال جلسة برلمانية أن وزارة الصحة اتخذت مع المتدخلين المعنيين كافة التدابير الضرورية للتصدي لخطر هذا الفيروس وبخصوص طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم المزمع تنظيمها بالمغرب سنة 2015 أبرز الوردي أن طلب الوزارة يستمد شرعيته من اللوائح الصحية الدولية وكذا من التدابير الاحتياطية التي اتخذتها بعض الدول في مثل هذه الحالات قرر الاتحاد المغربي للشغل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري لمدة أربع وعشرين ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية أعلنت وزارة الداخلية أنه تم توقيف مواطنين مغربيين في مدينتي الحسيمة ووجدة يقومان بالدعاية لتنظيم إرهابي وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم أمس بالحسيمة إيقاف مواطن مغربي ذي توجه إسلامي متشدد وذلك على خلفية نشره لأفكار ومواد إعلامية تحض على الكراهية والقتل على أساس ديني وبوجده تم توقيف أحد المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب الذي ظل متمسكا بنهجه وأنشطته المتطرفة وأصبح يقوم بالدعاية عبر الأنترنت لصالح التنظيمات الإرهابية يتواصل في مراكش المنتدى التاسع للتنمية في إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات إفريقية في اليوم الثاني من هذا المنتدى ركز المتدخلون على أن التحول في إفريقيا رهين بإعادة توجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي فالخروج من الأزمة يقتضي الابتعاد عن الأساليب التي أدت إليها التفاصيل في ريبورتاج فايز شفيق وفيصل أبروش 366 مليون نسمة تعيش على أقل من دولار واحد في اليوم في إفريقيا رقم واحد لا يحتاج لغيره من أجل عكس مدى تدن مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الصمراء بل وتدعو لإيجاد سبل كفيلة بتحقيق تنمية تنهض بأوضاع سكان هذه القارة البحث عن طرق مبتكرة من أجل تمويل المشارع التنموية في إفريقيا كان هو سؤال المحوري الذي طرحه جميع المشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى التنمية في إفريقيا والذين تباحثوا الوسائل والآليات التي يمكن نهجها من أجل حجد التمويلات الكافية لإقامة مشاريع تنموية بالقارة الصمراء بلدنا الإفريقية في حاجة أن نقوم بالأسلاحات أن نتبادل الخبرات أن نكون ونقدم للمستثمر الأجنب بصفة عامة معناها منطقة أعمال منطقة يطيب فيها معناها الاستثمار وهذا يمر عبر عديد المجالات أولا مجال البناء الأساسية ثانيا مجال المورد البشرية وتكوين الكفاءات وخاصة تكوين متخصص حسب القطاعات الموجودة ثالثا كما قلت إطار قانوني سليم اتفاقات تبادل بين البلدان المغرب بوابة القارة الصمراء ونافذتها على أوروبا عمل على تكريس مكانة اقتصادية طلائعية مع باقي الدول الإفريقية فهو يتميز بتوجيه إمكانياته الاقتصادية والمالية نحو الاستثمار في القارة الصمراء وخلق شراكات متينة مع دول بعض التكتلات الاقتصادية في قارة إفريقيا إنجازات جعلت المغرب قاعدة هامة لانطلاق الاستثمار نحو إفريقيا المغرب أثبتت تواجد قوي جدا في عديد من الدول الأفريقية بصفة عامة وفي غرب ووسط أفريقيا بصفة خاصة التواجد الكثيف للمؤسسات التمويلية والبنوك وشركات النقل ورجال الأعمال في وسط وغرب أفريقيا محسوس بشكل كبير المغرب أيضا استضافت صندوق أفريكا 50 أفريكا 50 الذي تم إنشاؤه من خلال البنك التمويل الأفريقي بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية وفي الشهر الفارد تم توقيع مقر إنشاء البنك في المغرب وإن دل على شيء يدل على دور المغرب القيادي في هذا المكان رغم غناها الطبيعي والبشري والنظر إليها كمستقبل نمو الاقتصاد العالمي تبقى إفريقيا ترزح تحت ثقل التأخر وتعثر التنمية ما يدفعها للبحث عن إيجاد حلول قد ترثم غدا أفضل لسكانها من مراكش شفيق فائز وعصام العباري ميديان تيفي نختم من طنجة حيث تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي التي ينظمها المركز السلمائي المغربي أكثر من خمسين فيلما خمسة منها مغربية تتنافس على جوائز هذه الدورة فعاليات هذا المهرجان في هذا الريبورتاج لفاتح أعلي وعبد المالك العاقل ستة وخمسون فيلما قصيرا يمثلون تسعة عشر دولة متوسطية يدخلون غمارا منافسة هذه السنة من أجل الفوز بأحدى جوائز الدورة الثانية عشر لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة أفلام قصيرة تم اختيارها من مجموع 62 شريطا توصلت بهم لجنة الانتقاء ستكون المنافسة جد شديدة وستكون مسؤولية لجنة التحكيم جد صعبة لأن اختيار أفلام في المستوى داخل واحد العرض يومي مستمر يفوق عشرة أفلام يوميا ليس بالأمر الهيين أتمنى لنا إنجاح هذه المسؤولية وأتمنى الحد لمن يستحق حفل افتتاح المهرجان تميز بعرض فيلم بلاك سكرين للمخرج المغربي نوردين الخماري الذي يعتبر هذا الشريط فسحة للتعبير عن هموم وانشغالات مبدعية الفن السابع في المغرب لأن السلم المغربي يتطور ويطور أكثر لذلك نعمل هذه الأفلام حلقة الأفلام قصيرة أو الدوكومنتر أو الرابورتاج الذي يجعل المحترفين في السلم المغربي يهدروا ويناقشوا ويقولوا ما لدينا المشكلة فيه وما يمكننا أحسن لذلك أنا بالنسبة لي هذا الصحي لأننا نظن أن أحسن حاجة في أي مجتمع وفي أي مجال هو النقاش خمسة أفلام مغربية تخوض غمار المنافسة وتتطلع للتتويج خلال هذه التظاهرة السينمائية الوطنية ذات الإشعاع الدولي التي تعد فضاء إبداعيا منتظما للتعريف بالمنتوج السينمائي المغربي والتعرف على الإنتاج السينمائي في دول البحر المتوسط بعد قليل تتابعونا الجولة على أهم الصحف العربية والعالمية مع سحر بن سليمان للمزيدين من الأخبار زروا موقعنا على الإنترنت مدان تيفي بوانكم تحية طيبة لكم أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر